فوال وأخواتي في الحديث لوم النفس في الدنيا قبل لوم يوم القيامة ومجلال وسية القمان لابنه كنا إن الكثير من السلف لدول الله تعالى عليهم كان يستوفي على النفس الأعمال ويكرهها عليها بالاختنام من العمر سيدنا عبدالله المبارك يقول إن الصالحين كانت أنفسهم تواتيهم على الخير طبعا يعني الصالحين من سلف الأمة خلا بلك هذا واحد من السلف يتكلم عن المصرقون كانت أنفسهم تواتيهم على الخير طبعا يعني متواعة هي نفسها بتحب الخير وإن أنفسنا لا تكان تواتينا يعني توافقنا على الخير إلا على كرهم فينبغي لنا أن نكرهها وهذا هو فعل القلب في كل زمان ومكان على مجال في حديث التنزي الذي ذكرناه بالأمس عن شداد بن أوس من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أدبع نفسه هواها وتمنى عن الله عزاجه نفسه يستمر عزاجه نفسه وقالل سنتمر نفسه 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 طبعا من النار للمحب 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 وقد أخذتها بسجد المنظمين في الوحمن وقالتها وقد أحدهم أن الكثير من المسلمين كانت محاولة عددهم أجلتها بجدادها أجلتها بجدها أجلتها بجدها ومسرعها بجدها تجدها بجدها بحاجة دون جيدوا بالطبع. بحاجة الهدفة والطبع بحاجة الناعمة دون جيدوا بالطبع ولكن وخديدهم إلى أنفسهم ميزاجة الناعمة ونحن نريدهم تم التنسى الرجاء وعحتى تلك المدد المنوية هذه هي الدين المصدر أن العلمية في الحاقي المسلمة ويحل معنات على خلال حديث كما تتعلم في حديث الحق عبد المزيد في بشداء ابنه تعالى محمد بشكل قليل أثنانه والذارة الذي يتعاون سنة وحاجه للحظة الحالى الرسالة وأعتبر الليلة ان شاء الله نواصل الحديث مع هذا العاجز الذي أدبع نفسه هواه لنتعرف على هذا العاجز وعلى الهواء والنفس والأمان وكيفية الخروج من تلك المتاهات أما العاجز فقد قال الإمام الطيبي لاحق الله تعالى عليه العاجز الذي غلبت عليه نفسه يعني بيغلب نفسه وإنما غلبته نفسه وعمل ما أمرته به نفسه فصار عاجزا لنفسه فأدبع نفسه هواها وأعطاها ما تشتهيه قال والمقابل الحقيقي للكيس كما نقول الكيس يعني العاقل لما ضد من السفير قال والمقابل الحقيقي للكيس السفير هو وللعاجز القادر يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم قال والعاجز ليه أن يؤذن بأن الكيس هو القادر العاقل القادر على فعل الخير القادر على إرجال نفسه والعاجز هو السفير وتمنى على الله أنه القادر على نفسه أن يذنب ويتمنى الجنة من غير الاستغفار والتوم فالعاجز هو السفير وهو الأحمر كما جاء في كلام الحسن القصري رحمة الله تعالى عليه سبحانه رحمة الله تعالى ونحن نكون الثالف وجوده لفهم والخالح ارحلة ونحن نحن 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 نقل ونحن نحن نحن نبقى فتحسن مغفز هذا الشخص من الثالفtha والخالح في نقل إبداعاً لأجل السميع. إذا يشبك بالنسبة على جهود له المرور الذي يجبه بالنسبة للمروراته أ عليه الصاني اسمه مجرそうですね ثم أولادل من المرورتي للحفاولة فإن العنسي المرورين لا يوجد إيقال لا يوجد إيقال وذلك الرابط التي يتم تخيل هكم في مكلة وهو من يبسكي يستطيع الوحيدة تقوم في رعاوه ولكن يبسكي يكون تفصيح نفسه ولكن يبسكي يحوس بالفعل وكذلك كان وجده محمد صلى الله عليه وسلم أنها حавно تخيل الرابط وهو الذي يجبه أنه يستطيع الوحيدة والإنذي للهدل والإنذي والأنه Plugin العائد ويأت أعطى الله's forgiveness ويأت أعطى الله عنه بفعله عنه هذا الأحباب العلماء كلمون عنه مواصفون وصف لطيق من حس الشكل والهيئة من حس الفعل والمنطق طبعا علشان يعني نحظة مثل هؤلاء نحن نتكلم فأمه إلا إما ناهونا عنه وفقت ومصاحبت هؤلاء الحمد. مين الأحباب؟ هذا الأحمق قال عنهم في البحر المرائق الأحمق هو ناقص العقل ونقل قال في المستصرف الحمق الخفة يعني خفيف ليه بيمزح في وقت الجد ووقت الهزم ما عندوش نزام، ما عندوش معيار لا معيار له قال الخفة غريزة لا تنفع فيها الحيلة وهي ناء دواه الموت هذا الحمق يعني كل ده له دواه إذا في عماقة أعيت من دواهين هذا الحمق دواه الموت وإحنا طبعا بالنا من الحديث أن نكفى النفس عن هوا شأن العقلات وأما الحمق فمن شأنهم أنهم يتركون لأنفس الحبل على غاربه ثم هم كما قلنا نبي صلى الله عليه وسلم يتمنون على الله الأمان وفي معرفة الأحمق من صفته وسيراته أيضا صاحب البحر قال ويستدلوا على صفته من حيث الصورة بطول اللحية ما احترامنا للناس اللي سيحيتها يعني بالآخر كده يعني بدون نازمة هذه خفة في العقل طول اللحياتي خفتهم في العقل مش عشان أنا ما عنديش لحية يعني لا هو العلماء قالوا كده هذه لحية ربنا خلقنا عليها من يومها كده خدنا منها ما خدناش منها هي كده لكن العلماء الآلوا كده طول اللحياتي خفتهم في العقل فالشيخ يقول من صفته وسيراته يستدل على صفته من حيث الصورة بطول اللحية لأن مخرجها من الدماغ فمن أفرط طول اللحياتي قل دماغه ومن قل دماغه قل عقله ومن قل عقله فهو أخف وإذا لحظناها كثير في ناس كثير يعني يكون سائب لحية بلا علم ولا حلم ولا عقل فتنصد لأي يعلم يخلط الأمور ولا يعي ما يقول وحتشوف صفته من حيث الأفعال تلهم موافقة لهذه الصفة قالوا أما صفته من حيث الأفعال فتركوا نظرية في العواقب ما ينظرش في العاقبة ما ينظرش في المآل ما يقول إليه ما سيقوله بالكلام أو ما سيفعله بالفعل هتكون ردة فعل هذا الفعل إيه؟ أو ردة فعل تلك الكلمة إيه؟ لا ينظر في مثل هذا وثقته بما لا يعرفه والعجب وكسرة الكلام وصرعة الجواب وكسرة الالتفاق مرووش وهو خفيل اللي أعمل مصري منه شمال مصري منه شمال لأنه خفيله والخلوب من العلم والعجلة والخفة والسفة والظلم وهو ما يعرفش من كلاس الظلم والغفلة والسهر والخيلاء إن استغنى بطر أول ما تدينه فلوس ومعه فلوس ربنا يرفح حاله شوي هم ليه؟ يبطر ويتكبر ويتجبر وإن افتقر قنط ساعة ما يمس السوق يسقط على ربنا سبحانه وتعالى وإن قال فحشا وإن سئله بخلا وإن سأل ألح يعني يلحفه في المسألات لكن حد سأله يبطر وإن قال لم يحسن وإن قيل له لم يفقه وإن ضحك قهقها وإن بكى صلخ فصفته في الأفعال موافقة لصفته ايه؟ من حيث العيئة والشكل أيضا آل الشيخ زمان أخبركم كلام فاضح والله قال وإذا اعتبرنا هذه الخصال وجدناها في كثير من الناس فلا يكادوا يعرفوا العاقل من الأحمق طبعا في هذا الزمان ما قبل وأشد يعني يعني هو يقول على زمانه وعن نشعر فيه لميجز العاقل من الأحمق من كتر اللي عنده ملاحة طويلة وممشين من مشين وإن لو سألته يجاوب بسرعة ومفيش يعني علم ولا حلم فقال إذا اعتبرنا هذه الخصال وجدناها في كثير من الناس فلا يكادوا يعرفوا العاقل من الأحمق في هذه الزمان قال وَالْحُمْقُ دَاءُ لَا دَوَاءَ لَهُمْ قال عيسى عليه السلام عَالَجْتُ الْأَكْمَى وَالْأَبْرَصَ فَأَبْرَأْتُهُمَا وَعَالَجْتُ الْأَحْمَقَ فَلَمْ يَبْرَى ما شكرا قاله إيه؟ كل ولائه إلا هو دواء إلا إحراقة آية إيه؟ ما الولاوية؟ تدعب ما تدارش ما بيه دواء ما بيه دواء دواه هو الموت ولا قالوا الإمام ابن حجر فيما لقله على الواهب بن المنبي الأحمق داع عار على نفسه وعلى غيره الإمام ابن حجر ذكر في إتحاف الخيرة المارة من النكة الزراف عن الأحمق ما روي على الواهب بن المنبي اليماني قال مكتوب في الحكمة إن الأحمق إذا تكلم فضحه حمقه وإن سكت فضحه عيه يعني عجزه العي الإنسان يعني فإن تكلم فضحه حمقه تكلم بالهزر والخفة وإن سكت فضحه عيه وإن عمل أفسد ويمتلك أضامه لا علمه يغنيه ولا علم غيره ينفعه تتمنى أمه أنها ثكلت أمه تتمنى أنه يموت في التحمنه وتتمنى زوجته أنها عدمت كانوا لم يكن ويتمنى جاره منه الوحدة ويود جليسه منه الوحشة ينبغت يعني يوم باي وحشة معاه شيء خالص يعني إن كان أصغر أهل بيتي على من فوقه يبقى الصغير تلاقي بالكلمة بالكبير وإن كان أكبر أهل بيتي أفصل منبونه ولهذه الدائقات ناس سلفوا عن سبته خوفا من عدام عنواه وهذا حديث الشرس نسكن في نهاية هذا موضوع لكن عاوزين نعرف بقى إيه هو الهوى وإيه النفس والأمان والفرق بين هذه الأشياء كما ذكرها العلماء عشان نتعلم منها كما قلنا فلا نكون هذا العاجز الذي أدبع نفسه وواه وتمنى على الله الأمان ولا نكون ذلك الأحمر الذي لا عقل له ولا نور ولا بصر وصلى الله عليه وسلم على سيدي لا أمان أمان هذا الهوى هذا الهوى هذا الهوى كما يكون ذلك الهوى يمكن أن نكون ذلك الهوى كما ذلك هذا الهوى ما يكون ذلك كما ذلك نكون ذلك كما يكون الإنفضل كما يكون عكض ي يمكنك يمتين كله laser يتعلم 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 في العظم يستقظ في نهال مريفا في ينفع في الكوانات فهي يسرني أنه لن يستقظ في الناس و في هذا التوائل أو هذا الوحيد التوائل من الوعي هناك حقاولا تعلموا الأمر쳐 الذين لا تعرفون المستقبلين من أن殺 حقاومة هذا هو إستقال الطبط للغاية المصدرية في تقديمه وحق نحن أجلًا نحن 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 نصبه مثلًا في محالة وحقًا في صورة وحقًا في ذلك المصدرية قال انه لسهل كذلك محالًا لا نقال لا يبدو نظرًا لا يبدو وأنه يجب أن يكون صحيحاً و لكنه يعني أنه جداً وما يقول وقال أنه يجب أن يكون جداً ويجب أن يكون قد فعله سمولة ويجب أن يكون هذا يجب أن يكون مطاقًا ويجب أن يكون حالة ومع تتقل في صحيح في صحيحه فمسطر ، معرفة بحقية. يمكنك الآن تفعله كما لا يظهر بحق نظه ، وأوه لا يؤuo الأن، وأوه لا يحيده, أقل جداً وإستطاعه عزيزة أكثر وإن صادقاً وإذن أنه غير مناسب، أنه أعزقاً وإذن ، هو إلي ، وتهى النهائب ، لو انه أنه تعرفه أيها حياة وأنه سيكون في مواطنة. وأنه يجب في تلك الوقت. يجب في المساعدة الأسفلين في المواطنة. وأنه سيكون الأمر جدا. يجب فيه سببه. إذا فهي ساتسف فإنه يجب فيه. إذا فهي سيكونны. إذا فهي سيكونة. يسلق كل مساء مجرد، يقر إن أمور مجرد كامل، وهو شيء مجرد إذا كنت تسألها سوف يأسسها وستطعها على أردون نفسي إذا كنت تعطيه سوف تتتحدثgerًا إذا كنت تسألها قوله مانا يعطيه مانا و يأسسه إذا كنت تعتني ، إذا كنت تتحدث خلال الأمر إذا كنت تخيله قوله عندما ي especulح قوله وفي تنسيط وفي تنسيط يقول وفي تنسيط يقول وفي تنسيط يقول كي تنسيطة بعض المسيين ونسيطة تقول أننا في الموقع ن بين الوزين ومن المسيين just because of the way people act these days and this again, this unwise state there is no cure for it as Isa, Jesus, may God be pleased with him said what can be translated I cured and treated the disease and the one with leprosy and they were cured but try to treat the unwise and he would not get rid of that illness it's something again you cannot fix stupid again and this state of stupidity or unwise is a shame to the person Imam Ibn Hagar actually on the authority of Wa'am Ibn Rabbe said it was written in the book of wisdom that the again more description that the unwise if he talk he expose himself the minute he start talking he expose his state of mind and if he is silent the look on his face will give him away that he is not knowledgeable and if he do a deed he spoil it he mess it up and if he his knowledge will not save him or will not serve him well he does not have any knowledge to help anyone his mother will think that he would die his wife will think that he would go away and doesn't come back and his neighbor will wish that he is not his neighbor and if he was the youngest of his brother for example he act as if he is above the older and if he was the oldest he spoil what comes after him so with all these characters with all these deeds that we mentioned the scholar actually for kind of ask us to not to follow again we talked about this unwise is the one who follow his evil desire follow his own wishes and his own needs without thinking without considering his faith his mind or his faith and that's why the scholar asked us to stay away from such a state and inshallah tomorrow we will talk about what the difference between the desire of the soul and the evil desires and how we differentiate between them inshallah and this one is the president that he would like to be able to continue and like to be able to do and the he would have to be able to determine to the to be able to be able